موسيقى العد التنازلي بدأ أسابيع شهور قليلة جداً إن شاء الله و هيكون في خمسين ألف موظف يمثلوا تلاتة وتلاتين وزارة وجهة حكومية هينتقلوا إلى العاصمة الإدارية الجديدة تكريس وانطلاق قليل الجمهورية الجديدة خدمات بشكل مختلف دولة بتدار بشكل أكيد مختلف آليات التواصل أفضل دولة طليق باسم مصر وبالمستقبل المستقبل أكيد مختلف عن مكان فبالتالي لازم يكون فيه استعداد لهذا المستقبل يا طرى التحول ده هيبقى إزاي ده هيتم الإصلاح الإداري ده بيتم إزاي دور نقل الجهاز الحكومي هيتم إزاي وتدريب العاملين في الجهاز الحكومي أكتر من خمسين ألف موظف أكيد أليات جديدة وطرق الشغل الجديدة ده اللي هنعرفه الحقيقة من ضفنا العزيز بأعتذره الحقيقة عن التأخير سيدة الوزير دكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ووزير التنمية الإدارية الأسبق سيدة الوزير مساء الخير ألا بحضرتك مساء نوري عمرو مساء الخير على سيدة المشاهدين وبنعتذر لهم برضو على التأخير عليهم أنا لا بعتذر لحضرتك دكتور هاني يعني حراك شايف إزاي الاستعدادات وإحنا خلاص على بعد أمطار قليلة يعني من الانتقال للعاصمة الإدارية جديدة الحقيقة يمكن عشان فيه ناس كثير ما شافتش العاصمة الإدارية جديدة ولا لسه حسد بيها لكن هذه النقلة هتعتبر نقلة تاريخية للحكومة المصرية لأن الموضوع مش بس إن احنا بننقل الموظفين من وسط البلد أو من أماكن اللي موجودين فيها لمكان آخر مش من مبنى لمبنى لا خالص ولكنها نقلة نوعية وتغيير شامل في ثقافة العمل الحكومي طبعا المباني هيلل هناك وكلها سمارت والمدينة كلها حي الحكومي المدينة كلها سمارت سيتي مجهزة على أحدث طرق تكنولوجيا المعلومات سواء من البنية التحتية أو من الابليكيشنز أو من السيستمز يعني حاجة الحقيقة وأنا يعني عندي خلفية في تكنولوجيا المعلومات طبعا فالحقيقة يعني أنا فخور أن مصر قدرت توصل لهذه الدرجة في فترة صغيرة لأنها احنا أهملنا يعني اتأخرنا شوية لكن السبعة تمن سنين اللي فاتوا حصل طفرة كبيرة جدا لأن يمكن المواطن بدأ يحس بها دلوقتي وحقول لحضرتك احنا في تكنولوجيا المعلومات هذه الصناعة عاملة زي ما بتبني عمارة أو برج بتقضي وقت كبير جدا بتعمل الأساسات فاللي يعدي مش شايف حاجة أول ما تلعة الأساسات تبدأ بقى العمارة تباني الأساسات دي من سنة 2014 و15 لحد 2019 هي عندنا في قطاع التكنولوجيا المعلومات هي البنية التحتية وقواعد البيانات من غير كده ما أقدرش أعمل أي تحاول رقمي لأن أنا النهاردة طول ما أنا بشتغل بورق طول ما أنا عندي المعلومات موجودة في دفاتر أنا بعيد تماما عن التحاول الرقمي طب عشان أعمل النقلة دي أول خطوة أننا لازم أحط قواعد البيانات كلها على الداتا بيز أو على مراكز المعلومات بتاعتنا يعني إيه بقى القواعد البيانات يعني كل قواعد البيانات الحكومية من كله بقى المرور الشارل عقاري التموين الصحة كل حاجة كل وزارة عندها يعني قاعدة بيانات كبيرة بالزبط كده تم بناء هذا الصرح الكبير وهو الداتا بيز بتاع الحكومة وهو من أكبر وأحدث مراكز المعلومات اللي موجودة في العالم بعديها بقى نقدر دلوقتي نشتغل عشان الناس تشوف العمارة وهي طلعة وتستفيد بيها طيب إحنا ننقل حوالي خمسين ألف موظف زي ما حداك ما قلت هيبدأ النقل هذا الشهر القادم على طول ولكن هيبناء لتجريبي بحيث نحن كل وزارة من الثلاثة وثلاثين هتنقل من 200 ل300 موظف عشان نجرب كل السيستم نجرب كل الانفارمينت نجرب كل الحاجات اللي موجودة وبعد كده نبدأ نزود لحد على شهر ستة حيكون الناس كلها تم نقلها وتعمل الوزارات بالكامل من العاصمة الادرية جديدة يعني على شهر يونيو عشرين اتنين وعشرين هيكون الخمسين ألف موظف مصر كلهم في العاصمة الادرية جديدة والمونارير والحاجات دي فالمواطن ما يقلقش كل خدماتك هتاخدها من داخل القاهرة مش من العاصمة الادرية الجديدة ولكن دواوين الوزارات كلها 33 وزارة زي ما حضرتك ما قلت هينتقلوا بالكامل للعمل من هناك طيب ايه الفرق يعني الموظف تنقل وراح هناك ده هيفرق ايه يعني في النهاية عشان اول حاجة عملناها الحقيقة ويعني الحقيقة دي كتة يعني توجهات سيد رئيس الوزارة ان ما فيش موظف حيتنقل الا لما يبقى جاهز للنقل يعني ايه دي جاهز للنقل الخمسين ألف دول حتى عملنا الستين ألف مش الخمسين ألف تعمل لهم تقييم قدرات كامل من سنة ونوص هذا التقييم بيقيمهم اللغة الإنجليزية اللغة العربية مهارات الحاسب الآلي المهارات الشخصية واتعمل التقييم ده ببرنامج عالمي وتلعت النتاج بتاعته بعد ما تلعت النتاج بتاعته لقيته يفرق بخمسين أو ستين ألف من كام موظف لا ما هو حضرتك بس هم كل العاملين في الدولين المحافظة خلي بالحضرتك ان فيه يعني حاجة ناس بتقول مثلا ايه ايه خمسين ألف من خمسة مليون ولا ستة مليون لا فيه حاجات كتير جدا كل المحليات مش هتنقل المستشفات مش هتنقل فيه حاجات كتير جدا غير مركزية ولن يتم نقلها ولا دلوقتي ولا بعد كده لانها لازم تفضل في مكان لكن احنا عندنا 33 وثلاثين وزارة ديوان الوزارة بيعمل فيهم كلهم على بعضهم حوالي خمسين ألف موظف دي اللي هم الإداريين مش اللي بيتعاملوا مع الجمهور من مقديم الخدمة بالزبط كده يعني المخ بتاع الوزارة بالزبط كده كل الإدارات التي تعمل في الوزارة في ديوان الوزارة تم عمل هذا التقييم فول أساسمت لهم وبعد متعمل هذا التقييم جبنا برنامج آخر لحقيقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عمل مجهود خرافي ووزارة الاتصالات التكنولوجيا للمعلامات كذلك بالزاد في الجزء بتاع الحاسب الآلي تم وضع خطة تدريبية لكل موظف بالإسم تبقا للتأرير اللي تتلع من الكمبيوتر اللي بيقوله هو إيه اللي نقصه عشان يبقى جاهز للنقل أنا عايز أقول حالك لإن ساعات يعني لو هنفترض هنبسط الأمور وأتمن ألا يكون طب 6 مخل ممكن لو حتيجيب عربية أو يجيب موبايل عظيم جداً وفيه إمكانيات كويسة قوي ولكن يا دوب ما بيعرفش يستخدم كل الكماليات اللي في العربية ويتفاجئ لما بيجي بيبيعها إن فيها كماليات عمر ومستخدمها الظبط أو في الموبايل طيب ده مش هينفع مع موظف في العاصمة الإدراجية لا خالص حقوله حالك لإيه لأن الابليكيشنز أو البرامج اللي رجبت يعني اللي رجبت خلاص وتجربت في العاصمة الإدراجية أكتر من 60 بردامج تشاركي هيعمل عليها جميع الموظفين بتوع الحكومة لو هو مش قادر يتعامل مع هذه البرامج ماينفعش يروح ماينفعش فبعد ما تم عمل التقييم من شهر سبتمبر اللي فات لا إلا قبليه بدأنا دورات تدريبية مكتفة لكل العاملين كل واحد حسب البرنامج التدريبي بتاعه المحدود هتخلص الشهر ده الشهر ده كل الموظفين هيكونوا خلصوا التدريب الخاص بهم للنقل للعاصمة الإدراجية وزارة التصالات تكنولوجيا اللي رجبت عملت مجهود كبير برضو في تدريبهم اللي احنا بسميها او برامج كمبيوتر معينة هيعملوا عليها عشان من يوم ما يروح في اللحظة الأولى يبدأ العمل مباشرة بدون أي تأخير طيب أنا عايز أدي مثال بسيط مثلا عشان مش عايز أخش في تفاصيل معقدة لكن المثال البسيط الموظف النهاردة هو قاعد في القصر العينية او في أي جهة حكومية عايز ياخد أجازة ايه اللي بيحصل دلوقتي انه بيجيب فرمة كده بتاعت الأجازات يملى بياناته ويملى اللي هو عايزه والأجازة وبعدين يروح يمضي المدير وبعدين المدير او يبعدها المدير تقعد عنده على المكتب وبعد كده يروح للنشيون العاملين عشان يكتبوله أن الرصيد يسمح الرصيده يسمح بهذا النوع من الأجازات وبعدين يرجع معرفة بش يعمل ايه الناس كانت بتقدم أجازاتها قبلها بشهر عشان يضمن ان ياخد الموافقة قبل ما تبدأ الأجازة حضرتك نفس الموظف ده لما حيدخل مكتبه في العاصمة الإدارية الجديدة عايز ياخد أجازة حيدوس على الزرار بتاع الأجازات حيخش على السيستم على الابليكيشن دي وهيختار الأجازات حتطلع له الفرما فيها بيانات وجهزة لأن الكمبيوتر عارف مين ده فحيطلع له بتاع كل اللي هيعمله حيقول أنا عايز أخد أجازة نوحها ايه من يوم كامل يوم كامل ويدوس على الزرار ثانية في الثانية بتكون في شؤون العاملين يكتبوله أوكي إن الرصيد يسمح في الثانية يحكون عند مديره يقول أوكي خلصت العملية مفيش فلو هو لن يستطيع التعامل مع هذه التكنولوجيا يبقى ما ينفعش فأنا بدي لحكي مثال بسيط ده اللي هو مجرد التعامل الشخصي ده اللي خصم ما بقى الدولة وإدارة خدمات الموطنين حد برضو مثال تاني الحقيقة وهو الأرشيف الإلكتروني كل وزارة عندها أرشيف ورق ربنا ما يعني طبعا دوالين 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 لا 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 يعني التعارف حضائك كان عندهم حاجة في الوزارات اسمها الأضابير أنا أم روحت وقولولي الأضابير أنا بيت فاكم دي بمسلا منطقة في القاهرة يعني فتلع الأضابير دي اللي هو المخزم تاع الأرشيف ده طب ليه يا جماعة سموه الأضابير قالك بعد الملف ما يخلص يتلف كده يتعمل السوانة ويتقربط بدبارة بدبارة ويتحط في مكان الماء آه مظبوط وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات مع بعض الجهات الأخرى عملت خلصت أرشافة إلكترونية لأكثر من مليار مستند لكل الوزارات مليار مستند مليار مستند أصبح موجود على الأرشيف إلكتروني بتاع حكومة ده فيه وسائق ورق بتاعت جدي كانت موقف في المخازم وكانت فرصة وليس نروح نجيبا بالقلعة ودي كانت فرصة للوزارات كل ده تقرشب خلص خلص مليار مستند نعم مليار مليار مستند أكثر من مليار خلي بقى لحظاك بقى الموظف اللي كان عشان يلاقي المستند ده ينزل للأضابير أو ينزل للأرشيف ويدور عليه النهاردة هيكتب اسم المستند هيطلع له على طول على الشاشة يقدر يقرأه يقدر يبعثه لحد يقدر يعمل فيه أي حاجة أنا بدي بس أمثلة بسيطة لثقافة العمل الحكومي الجديدة التي ستنشأ في العاصمة اليدرية الجديدة واللي احنا ان شاء الله نتمنى انها بعد كاتبة موجودة في كل حاجة طيب ممكن يجي المواطن يقول ايه طب انا استفدت ايه بردو مهدي دويني الوزارات خلاص لا في نفس التوقيت لان كانت توجهات فخامة السيد الرئيس ان في نفس الوقت اللي احنا ماشيين بنعمل الإصلاح الأداري بتاع الحكومة نسرع في عملية ما يكانت الخدامات الحكومية الحقيقة وزارة الإصلاحات عملت حاجة انا باعتبرها نقلة نوعية في تاريخ الصورة الرقمية في مصر عملت حاجة اسمها منصة مصر الرقمية منصة مصر الرقمية دي متاحة لجميع المواطنين كل المواطنين عندهم صفحة بتاعتهم حاجة بتسجل نفسك عليها سهلة جدا وبعد كده حاجة بتدخل بتلاقي كل البيانات بتاعت حاجة موجودة انا لقيت عربيتي لو عندي بتاعت تموين كل حاجة كل حاجة موجودة بتاعتك انت هيلة ولكن بقى في فهرس كده موجود في النهاردة مية خدمة حكومية يستطيع المواطن أن يعملها من على منصة نصر الرقمية طيب حاليا مثلا عشان برضو نكون واقعين ومنصفين واكيد من المشاهدين برضو دخلوا وجربوا الخدمة انا دخلت خدمات يعني مثلا دخلت على المرور شفت المخالفات اتظلمت على المخالفات وكل شيء عظيم وحصل الخصم ودفعت وكل شيء رائع ولكن بعض الخدمات يقول لي تشغيل تجريبي لسه مش جاهزة امتى مش هيبقى تشغيل تجريبي طيب هو طبعا في صناعة تكنولوجيا المعلومات اي برنامج او اي حاجة بتعمل لازم تعملها تشغيل تجريبي عشان مهما كانت دقة البروجرامر او الشخص اللي عمل هذا الموضوع بيبقى فيه بعض الحاجات المية دول اللي اتعملوا حاليا جزء منهم مازال لسه في تشغيل تجريبي السنة الجاية في نهاية 2022 الخطة بتاعت وزارة صلاطنه ما يوصلوا 200 خدمة حكومية وكلهم مفعالين وكلهم حيبوا مفعالين بنهاية 2022 كويسة فالمواطن النهاردة يهما يدخل هو الكمبيوتر على منصة مصر رقمية ويعمل الخدمة واكتر حاجة عليها اقبال دلوقتي هو الشهر العقاري حاجز دور الشهر العقاري التوقيلات بس عليك بتحجز بتختار التوكيل بتحط البيانة بتعمل كل حاجة وتختار يقولك تعالى روح في الشهر العقاري الفلاني وتختار الشهر العقاري ويقولك في الساعة كذا ونورك رقم كذا حاليا بتقعد في الشهر العقاري ربع ساعة تاخد عشان لازم تمضي فلازم تروح نفسك غير كده انا نفسي كنت بروح الشهر العقاري في نادي الصيد من الساعة 7 الصبح عشان اخد دور تنزل السلال وننزل السلال فانك عارف انك كان فادي الحكاية طيب انا اساسا حضرتك يعني نخرج لفاصل مكان داش موضوع السلمتين ده بعد الفاصل هروم وخليكم معنا اتفضل يا عم الحقيقة لسه حدثنا الرائع واللي فيه أمل وتفاؤل وفيه حقايق الحقيقة بتحصل على الأرض بتدعو للثقة في بكرة بإذن الله والتوجه للعاصمة الإدارية الجديدة والخمسين ألف موظف والتلاتة وتلاتين ألف جهة حكومية والخدمات الجديدة لسه حدثنا مستمر مع دكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ووزير التنمية الإدارية الأسبق دكتور هاني يعني الحقيقة أنا متشكر جدا يعني الحقيقة لا يا فاند على المعلومات دي لا انا عايز اقول لحكا بأن التكنولوجيا المعلومات وتوجودها دلوقتي في الجهاز الإداري للدولة بيعمل حاجتين مهمين جدا غير تقديم الخدمات احنا قلنا منصة مصر رقمية يستطيع المواطن عن طريقها ياخد 200 خدمة بنهاية 2022 وعلى فكرة لو المواطن غير قادر على التعامل مع التكنولوجيا عنده حلين طبعا ولا هو ولا حد في أسرته عنده حل محلين اما يروح مكتب البريد القريب منه وياخد الخدمة هناك او بقى فيه عندنا مجموعة كبيرة بدأت انا اظن بربعمائة وشوية مكاتب اهلية واخد ترخيص انها تستطيع تساعد المواطن في استخراج كل حاجة طالما هو مش حبزات في القرى والحاجات دي بالنظير مبلغ بسيط طيب تكنولوجيا المعلومات دورها الكبير والتحول الرقمي والحقيقة يعني في خانة الرئيس من ساعة ما ميسك وهو اهتم بهذا الملف اهتمام كبير ويمكن بيذكره في كل كلماته وهو الثورة الرقمية او التحول الرقمي لانه مش بس بيساعد على تحسين خدمة المواطن ولكن كمان بيعمل حاجتي تانية مهمة جدا اول حاجة بيحل مشاكل كان لا يمكن حلها بدون تكنولوجيا المعلومات وحد دي السادة المواطنين مثال واحد النهاردة عندنا مشكلة في مصر مزمنة بقالها سنين طويلة وهي تنفيذ الاحكام القضائي كان يصدر الحكم القضائي واللي صدر عليه الحكم يقول لي اللي واخد الحكم طب لو شاطر ننفزه لا اسباب بعديدة يعني النهاردة باستطبيق تكنولوجيا المعلومات عندنا وبما ان القواعد البيانات كملت وعلى فكرة دي خدت مقود كبير جدا وخدت فلوس كتير جدا والربط ما بين الوزارات وهي دي احنا اول حاجة بتعمل القواعد وبعد كده تحط البرامج اللي تخلي البرامج دي تشوف بعدها نصب فحقول لحضراتك النهاردة في تنفيذ الحكام هو اتطبق لحد الوقت في سبع محافظات وده جاري استمراره في محافظات التانية لما يصدر حكم على شخص طبعا كل القواعد البيانات مربوطة بالرقم القواعد يصدر شخص على حكم على هاني أو على عمر اول ما يصدر ويدخل قاعدة بيانات وزارة العدل قاعدة بيانات وزارة العدل من غير اي تدخل بشري بتبعت لكل التوتش بوينت أو كل المناطق اللي بتقدم خدمات حكومية وتقول له المواطن فلان فلان اللي رقم القاومي كذا لا يأخذ اي خدمة حكومية لان علي حكم في القضية رقم كذا بتريخ كذا ولا حكامة كذا ولا حاجة ولا رخصة ولا حاجة فبيجبرك على انك لازم تروح تنفذ الحكم ولا مش هتعرف تعيش في البلد دي كانت مشكلة مزمنة ما كانش حد عرف لها حل النهاردة ما ينفعش ابسطها كانت قضية النفقة البقسة المطلقة بتاخد قضية نفقة وتاخد بتاع وحليني بقى على المام بتعرف زوجها ويبقى قدامها دي اول حاجة انه بيحل مشاكل كان لا يمكن حلها بدون تكنولوجيا حاجة التانية بقى انه بيمنع الفساد لان المنظمة العالمية للشفافية ومكافحة الفساد بتقول ان التحول للخدمات الرقمية بيمنع تمانين في المية من الفساد ليه عشان انك لما بتفصل ما بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة انت منعت الفساد باكي فاحنا بتطبيق هذه التكنولوجيا في جميع نواح الحياة بتاعتنا النهاردة والتطور على فكرة في العالم كله ماشي بسرعة النهاردة النهاردة اول حالة تركيب عين صناعية بتكنولوجيا التصوير سلاسي الابعاد يعني وجايبين صورة الراجل لا يمكن تقول انه عنده عين صناعية بالتكنولوجيا الجديدة لا اسمت اقتباعة 3D يعني صناعية بال3D كانت الاول انت لما تشوف حد مركب عين صناعية هتعرف عطول انه منركب عين صناعية دلوقتي لا يمكن لان معمولة زي طبيعية بالزبط فالتكنولوجيا بتتقدم بسرعة جدا زي ما حضرتك قلت احنا مفيش حد الا طبعا المتخصصين مفيش حد مننا بيعرف يستخدم اكتر من 50% من اللي موجود في المبالبتاع اكي بتاكمان فالتكنولوجيا بتتطور بسرعة شديدة والحمد لله ان مصر النهاردة بقت بتلحق بهذا الركب واصبحت افريقيا يعني مصر وجنوب افريقيا هم اكتر دولتين متقدمين في تكنولوجيا المعلومات وحيبدأ المواطن كل يوم التاني يحس بالفايدة دي اكتر قطاع انا اسف اكتر قطاع حركة بتاعت الناس انها هي تلاقي فيه مردود ايجابي يسهل عليهم خدماتهم او الامور دا هي الخدمات الحكومية كلها وده منصة مصر الرقمية لو حد بقى ادعو لحقيقة جميع المواطنين ان يخشوا ويسجلوا ويعملوا اكاونت على منصة مصر الرقمية لانك هتبقى يعني هتبقى مش قادر تعيش من غيرها بعد كده كل الخدمات فعلا خلاص ولا تروح المرور ولا تروح الشرعة متين خدمة هتبقى متوفرة بنهاية 22 نصوهم متوفرة النهاردة مية خدمة وحيستكملهم ان شاء الله وزير وزارة التصالات على اخر 22 ده اهم حاجة على التليفون بعد كده بالنسبة لك مصريين بالزبط المنصة الرقمية النهاردة انا كنت في دبي وبحضر الاكسبو وانا داخل التطعيم رح نطلع له البصبور الطبي المطر بتاع تفضل عمله سكان وخلاص تفضل خلاص سهلت حياتنا خلت حتى يعني انا كنت سعيد وفخور ان انا بتديله المبايل بحضو تفضل لفن ده اينا دولة ايجيبت هيلس اي ايجيبت هيلس اه عظيم نهاردة على فكرة السيستم اللي اتعمل على التطعيمات ده من اقوى السيستم على مستوى العالم بجد مش يعني مش انا العمل ايسام صلاح نعم فن الموانز ايسام صلاح نمجلك كل التحية على الهواء الجنود اللي باعه في زارة الصحة السيستم بتاع التطعيمات ده مفهوش غلطة طبعا في الاول كان فيه زحان فكان فيه باكلوج او يعني طبور النهاردة حاج بتسجل باعتمار بيعيسها بيقولك تفضل روح خد التطعيم ويطلع لك الشهادة بقيت خلاص اونلاين عندك كل حاجة فالمواطن المصري سيبدأ تدريجيا بسرعة جدا يشعر بقيمة الخدمات الرقمية اللي بتقدم له منها حل مشاكل منها منع الفساد ومنها ولا حينزل ولا حيركب عربيته ولا حيدور على راكنا لان التكنولوجيا المعلومات لما بتطبق بتوفر حاجاتك اولا بتوفر بتحسن البيئة لانك كل عربية ماشية بتطلع غازات وبتطلع مش عفية بتوفر الوقت بترايح العصاب اي مواطن مصري بتسأله ايه اصعب يوم عندك يقولك يوم يكونوا رايح جاعة حكومية يعمل اي حاجة خلص ورقة مهاردة الكلام ده استونيا عمر استونيا هي احسن دولة في العالم في الحكومة الرقمية يوم نمبر ون في 2015 اعلنوا ان الحكومة الاستونية اصبحت بيبرلاس جافر مفيش ورقة مفيش ورقة وإحنا حنروح لكده على فكرة احنا رايحين لكده حاول حالك عايز تطلع باسفور في استونيا بتخش بالايد بتاعك اللي هي الرقم القامي بتحطه في الكمبيوتر بتعرف عليك بتدخل الباسفورد بتاعتك بتقوم رايح على آيكون بتاع الجوازات وتملأ الاستمارة وخلاص وتعمل تمانية وربعين ساعة يكون عندك الباسفورد طب هم عملوا ايه اول ما انت تعمل سند السيستم بيروح الجامعة بتاعتك يجيبش هاتل الكل ايه يروح الاحوال المدينية يجيبش فيش تشبية يروح يعمل لك حاجة اسمها virtual file اللي احنا بنروح به file كده بنروح بدينا مالك في افتراضي بدل لك لا يا أستاذ اه في ورق لها الختم مش باين ده فيش بقى جرم ده هو عشان الجوازات عندها اثورتي انها تقدر تاخد الحاجات دي من قواعد البيانات الأخرى عظيم تعمل لك file virtual يتبص عليه بصة واحدة يتبع للجواز يجيلك طب الخطة اخيرا الخطة احنا نقول احنا 20-22 ان شاء الله التحول الكبير اللي هيحصل بالنقل لعاصمة القادرات جديدة في نص السنة نقول مثلا بعد خمس سنين على 25-26 المخطط نبقى فين بإذن الله المخطط ان شاء الله ان كل البروستيز كل خطوات العمل في الحكومة وفي مصر كلها تبقى بتتم عن طريق تكنيروس جمع المعامات وحضر حالك مثال بدأ دلوقتي في مصر لكن هو لسه حينتهي بعد فترة انا شفته في ستونيا وهو نظام الجمارك الجمارك في مصر من اصعب الاماكن انت عشان تطلع شو احنا ان شاء الله اي حاجة كمية التوقعات والاختام والجن النهاردة بدأنا طبعا حقول لحدك احنا هنوصل لإيه عشان الناس بتقول لا ده دكتور معايد تعمل لحاجة لا 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 هو ده اللي لازم يحصل في ستونيا رحت قابلت الرجل اللي ماسك هم معندهمش هناك وزير مالية بس عندهم الجمارك والدرايب تحت شخص واحد فروحت زورته وانا بزور ستونيا في 2015 لما رحت زورته بيفرجني على السيستم بتاع الجمارك عارف حالك بيحصل ايه وده اللي بدأ في مصر دلوقتي بدأ من الشهر 10 مظبوط لما الشحنة تتحطى على المركب في بلد المنشأ ويبعتولك صورة اللي احنا بنسميه البلو في ماتيريال بتعمل لها داونلود على السيستم بتاع الجمارك السيستم بتاع الجمارك بيحسب لك اولا اول حاجة يقول لك ايوها دي كلها اصناف مسموح مسموح بيها تمام لان لو بيش مسموح بيها ما تركبهاش المركب او الطيارة وبعد كده يحسب لك هو اوتوماتيك بدون اي تدخل السيستم بيحسب لك الجمارك ويقول لك الشحنة دي عليها جمارك قد كده مظبوط حضرتك عايز اوكي تقوله اوكي طيب ادفع تدفع اونلاين سواء بكريد كارد في مخازنة يقول لك حطيلي العنوان تحطيلي العنوان يقول لك ترانسبورتيشن قد كده طيب اوكي اوكي ادفع تمام يتلع لك حاجة اسمها سيرفيس ليفل اجريمنت ان يقول لك ايه الشحنة ستصل مخازنكم بعد تمانية واربعين ساعة من رسول مركب في الميناء ده اللي هو نظام الاس او اي جي الحياة شيء ولا روحت بجمرج صح ولا وقفت في طوابير ولا عملت اي حاجة البرابة تعودش في الميناء بالاسبوعين ثلاثة في مخازنة الميناء توقفير فلوس هكون عارفين مفروض تخرج بخلال من ساعتين لست ساعات اقصى حاجة بكا سنغفور كده سنغفور اه ان شاء الله فانا بري لحدك امثلة مصر بدأت فيها وحنوصل ان شاء الله لانا عملت شركة في ستونيا في خمس 14 دقيقة اكي انا قاعد في المكتب وذا 2015 15 دقيقة عملت شركة وخدت اسمها والسجل التجاري وكل حاجة وانا عاد في المكتب نتمنوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لا حنشوف بص انا متفائل جدا ان شاء الله والمجهود اللي معمور في البلد في جميع المجالات انا لسه كنت بقولك انا كنت في الاكسبو انا فخور بالجناح بتاع مصر اه وكلمت معالي الوزيرة ان يفين جامع قلت لها انا سعيد وفخور ان مصر عمل جناح بهذا الشكل انا بشكر سيئتك فنم شكرا جزيلا شكرا محمود متشار رئيس ووزراء للإصلاح الإداري ووزراء ترمية درية الأزمة شكرا جزيلا شكرا 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 على جرعة التفاؤل والواقع عشان الناس بس تنام متفاعلة شعيد ان شاء الله دايما التفاعل ان شاء الله شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا شكرا ووصول لحضراتكم ونصباح على خير إلى اللقاء